اشتركوا في القناة بمثابة البوابة الذهبية التي سينطلقون منها للنهل من علوم ومعارف أكثر تقدما يوم التهيئة يوم مهم جدا حقيقة للطالب ويوم مهم للجامعة نعرف الطالب باللوائح الأكاديمية لنجنبه أي مطبات أكاديمية أثناء دراسته وكذلك نعرفه بالخدمات التي تقدمها الجامعة نعرفه بنظام الدراسة والامتحانات نظام الإنذار الأكاديمي والفصل لذلك أيضا نعرفه بالجهات الخدمية مراكز الجامعة ودوائرها الخدمية في هذه الأصبوحة المليئة بالنصائح والإرشادات تم تسليط الضوء على حقوق الطالب فيما شددت الهيئة الإدارية في الوقت ذاته بأن القوانين والقواعد التي تم إرساؤها جاءت لتنظم الحياة الجامعية ضروري الطالب يتعرف على أنظمة ولوائح الجامعة خصوصا فيما يتعلق بالإنذارات وبالانسحابات دعنا نقول الجانب شوي الغير مريح أما الجانب الآخر اللي هو مثلا المردود لما الطالب يتفوق مشاركات الطلبية كيف نحن نوصل إلى العالمية في هذا العام تم التركيز على العلوم المعرفية واللغوية بهدف رفع مستوى مخرجات الجامعة حيث قامت الجامعة بوضع نظام جديد ومتكامل للبرنامج التمهيدي ليكون على مدار عام دراسي كامل بعد أن كان فصلا دراسيا واحدا فقط مع مراعاة حالات الفروقات المعرفية للطلبة البرنامج التمهيدي الجديد وهو برنامج يحرص على تقوية الطالب الذي يحتاج إلى تقوية سواء في اللغة الإنجليزية أو بعض المهارات وضعنا لغة إنجليزية مكثفة بالنسبة للطالب أضفنا إليها مهارات في نظم المعلومات في الآي تي وكذلك مقرر في الرياضيات لهنا هو في الواقع ما زال هناك على حسب مستوى الطالب إذا كان الطالب مستوى يحتاج إلى تقوية أكثر فهناك فصلين دراسيين ولكن الطالب لما يمتحن الامتحان اللي نسميه فاء اللغة الإنجليزية ويكون مستوى يحتاج إلى فصل واحد يبقى فصل واحد كما هو سابقا يوم التهيئة يحتوي على العديد من البرامج التعريفية التي من شأنها أن تساعد على تهيئة الطلبة المسجدين نفسيا وأكاديميا لدخول الحياة الجامعية تواجدنا إحنا كمجلس طلبة في يوم التهيئة جدا جميل ومهم للطلبة كون مجلس طلبة هو الهيئة المسؤولة عن الطلبة بشكل مباشر في تواصل بينهم بشكل مباشر مع الطلبة أكثر من ثلاثين ألف طالب كلهم يضمهم مجلس طلبة وهذا مجلسهم ومكانهم بحيث أن توجد جميع الهيئات الطلابية من جمعيات وأندية وممثلين كليات فهذا دور مجلس طلبة يبين اليوم في شرح حالية العمل الطلابي داخل الجامعة استفدت من اليوم يوم التهيئة أنه سيكون لدينا قوانين يديدة إن شاء الله وبعد تطرقه حق المال التمهيد بيكون سنة كاملة وثلاث مواد بيكون ريض وإنجلينزي وأيتي جامعة البحرين في هذا العام تفتح أبوابها لاستقبال الستة آلاف طالب وطالبة في مختلف البرامج الأكاديمية متأملة أن تكون اللبينة الأولى في الحياة العملية القادمة خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر